بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلة وأنت تجعله الحزن إذا شئت سهلة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم والحكيم وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم راح نتكلم عن الفصل طبعا عنوان الفصل بالكتاب هو الايتمالوجي طبعا كلمة ايتمالوجي يعني معناها اللي هي التسميات يعني خلينا نقول giving the names أو giving the name of the things يعني أو نقدر نقول word formation اللي هو تكوين الكلمة يعني بإختصار in this chapter we are going to talk about how words are created أو how are the words are formed كيف تم تكوين الصياغات كيف تم تكوين الكلمات باللغة الإنجليزية فيا راح نتكلم على سبيل المثال هناك كذا طريقة وكذلك كذا طريقة وإلى آخر كذلك عندنا هذا الموضوع باللغة العربية إذن أولا تعريف الايتمالوجي كتعريف هو ايتمالوجي طبعا أول شي هو قائل لك يا طبعا هذا تعريف تحفظه يعني هس هاي الكلمات اللي إجتني مين جتني أول طريقة اللي هي يسمونها الانفنشن اللي هي أكثر من يسم طبعا أو كوين ايج اللي هي معناها الاختراع يعني إيش يعني اختراع فتشي مثلا كلمة نايلون نايلون ما تشان أكو كلمة عندنا باللغة الإنجليزية أو بالعربي فتشي اسم نايلون اختراعوا النايلون وظهرو إياه إذن أي شي نخترع جديد راح يتكون أو راح يكون بطريقة الاختراع اللي هي الانفنشن الانفنشن أو نيو واتس كيف مثل كلمة أسبيرين نايلون أو العديد من الكلمات طيب عدنا كذلك فتشي اسمه أكو إلى أكثر من الزم الاسم آخر ما أفكر اسمه أو لفظه أعتقد أنتناميجيا أعتقد أنتناميجيا أنتناميجيا هيتش إشي هاي شين معناها هاي معناها إحنا ناخذ الكلمة من أصل شخص أو مدينة يعني شلون يعني مثلا كلمة مثلا هامبرغر هي منين جاي أصلها جاي من هامبرغ مدينة ألمانية لذلك سموها هامبرغر مثلا عندنا الإدليمية ليش سموها إدليمية؟ لأن إدليم سووها آه مثلا عندي جينز ليش لأن جينز مدينة إيطالية على ما أعتقد مثلا عندي السانوج شخص اسمه سانوج سواها اللفة أو صارت أي كلمة جاي من من مكان أو من شخص هذا نقول نحن نسميه طريقة التنسب ولا أكثر من اسم التنميجية أو نقدر نسميه بهذا موضوعنا هنا اللي هو التنسب طيب اللي هو ينسبون إلى شيء إلى آخر عندنا طريقة أخرى لتكوين الكلمات وهي طريقة البراون طبعا كل المطلوبة عندك تحفظ الكلمة وتحفظ عليها طريقة أخرى وهي البراون شنو يعني براون يعني الاستعارة يعني بين قوسهم إلى شو هذا إيه أنا حب صراحة أكون صريحة ويطالعوا على مديفهم حتى توصل للفكرة واللي ما يعجب هذا الحدش يعني بعض الناس بعض الآخوات ولك أنا ما رجل تشك كلام يعني عام ممتواز تشوفه الفيديو كل الحب والاحترام إليك وليك طيب إذن براون استعارة شنو يعني استعارة يعني ش هذا يعني نشح كلمة إحنا باللغة العربية ما عدنا فتشي اسمه ما عدنا فتشي اسمه الانترنت لذلك إحنا جبناها نفس الكلمة خذناهم خذناها نفس الكلمة مثل عندي كلمة بيتزا كلمة أصبحت عالمية ما لها أي حنص مثل عندي كلمة على سبيل المثال مثل ليلة القدر هذه كلمة عربية جاية من أصل عربي من الترجمة للإنجليزي يعني ما لها معنى يعني فهذه أي شي يسموني يسموني الاستعارة استعارة بيها يعني وحسب يعني مثل عندي كلمة طويل طويل هي نفسها أصلا يعني ما أخذينها هما من عندنا يعني مثلا عدنا على سبيل المثال شكا كتم أيضا ما أخذنا من عندنا فأكو كلمات هما ما أخذينها من عندنا أكو كلمات che貞شنا ما أخذينهم نقوم البرونج يعني الاستعارة إحنا نجيب كلمة من لغة أخرى نحطها إلى هذا هو الموضوع بلغتنا أو بالعكس نجتي إلى compounding ما معنى compounding؟ يعني عبارة عن دمج كلمتين مع بعض لإنتاج كلمة جديدة موضوع انتهى بمعنى أنه أنا عندي كلمة كلمة أخرى هذين الكلمتين كل واحدة واحد نحضر مع بعض ينطيني معنى جديدة مخالف تماما للمعنى الأصلي ينطيني كلمة جديدة مخالفة للمعنى الأصلي يعني على سبيل المثال عندي كلمة فايس معنى هوجه فيسبوك تواصل اجتماعي المعنى تغيير وهذا هو المقصود بال compounding اللي هو عبارة عن كلمات مركبة نجي على المزج المزج التعريف المزج التعريف المزج التعريف لإنتاج كلمات لإنتاج كلمات المزج التعريف وهو عبارة عن دمج كلمتين مع بعضهم لبعض لإنتاج كلمة جديدة ولكن هذا الطريق يكون بها قطع يعني مدمج عادي يكون بها قطع يعني مثلا عدنا بالعربي برم برمائيات دمجناها مع بعضها خذنا قطعنا منها منها ودمجناها صار عندي كلمة جديدة يعني على سبيل المثال عندي كلمة سموك هل تعلم هل تعلم أن كلمة سموك أصلها كان سموك زائدا فوق دمجوها مع بعضهم اختصروا بها صارت سموك شوف هذا هو المقصود نجي إلى طريقة الكلمة يعني بكل اختصار هي عبارة عن قطع شنه يعني قطع؟ يعني بمعنى تشيل نصر الكلمة يعني أنا عسى أنا أعرف كلتنا نعرف اكزاما اكزامنيشن 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 هي شنه ما صارت هسا نقول اكزام ماثماتيك قطع نصر الكلمة وهنا أريدك تتميز الكمباون دين كلمتين هنا دمجها مع بعض بس البلوندينج قطع نص منا ونص منا ودمج مع بعض مثل كلمة سموك فوق صارت سموك طيب الكليبينج هو عبارة عن حذف نص الكلمة واخرى على صفح ته الموضوع وأحفظ علي مثال هو كلمات عدنا على هذا الموضوع عدنا أيضا عدنا فد ملاحظة بسيطة طيب 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 اموشن اموت يعني شنه معنى بيبيست بيبيستر طبعا بيبيست و بيبيستر اصلها هي كانت عندي بيبيست بعدين قالوا بيبيستر هذان الكلمات يعني احنا عدنا الكلمة بعدين خذناه جزء من عليه وصارت عندي اشتقاء جديد هذا هو معنى نحفظه نحفظ معناها اخر شي عدنا طريقة الكونفرسن اللي هي طريقة اللي هو يسمونها التحويل شن يعني التحويل انا عندي كلمة هاي الكلمة نفسها يكون لها معنى اخر يعني على سبيل المثال عندي كلمة مثلا بك كتاب وتجي بمعنى يحجز هي كلمة واحدة يتغير معناها حسب الموقع بالجملة طيب بس لا اكثر والاقل يعني تغير معنى نفس الكلمة بس الاكثر المعنى عندي ووتش ووتش ساعة ويجي يشاهد ويراق طيب نجي الى فالطريقة اخرى وهي الأكرونميز وهي طريقة الاختصار فنه يعني اختصار يعني انا عندي كلمة هاي الكلمة وراح احذفها كلها واخذ من عدة هرف واحد بس يوبس لون لذا ايجا طبعا كل مهمات ممكن تجي كالأمثلة ممكن ينطيك الكلمات ويقول لك يا طريقة هاي ممكن ينطيك الكامل ممكن يجيب لك كيان تعريف ممكن يجيب لك تعدات وعدد ديان يعني الف طريقة اكو طيب مثال على ذلك مثلا يو اس اي سيدي مثلا عندي فيديو في سي ار اللي هي اصلها فيديو كاسيت ريكوردر مثلا عندي مثلا ناس ناتو مثلا عندي ليزر اللي هي اصلها وهذه الكلمة مرح انساها طول حياتي لان مره الاستاذ جاب لي ليزر وقال لي اكتب جاب لنا امتحان وقال لي اكتبها بهاي عندي خطأ واحد وخذت بيه في 12 من امتحان ومن الحالة ذاك اليوم هذي يوم ما نسيت عبت لان مع بالي توقع جرح يجيب هاي وجاب يعني هل من المعقول يجيب لكم يا والله بعد هذا حسب الاستاذ ممكن يجيبه ممكن ناتا الان الى طريقة الاشتقاقات ديريفيشن طبعا الديريفيشن اللي هي الاشتقاقات شنه يعني اشتقاقات يعني عبارة عن تكوين كلمات جديدة باضافة لاحقة معينة يعني شنو اعلان عندي كلمة راح ضيفي لها اضافة ورح سين عندي كلمة جديدة صحيح يمر تبطى بالكلمة نفسها ونفس المعنى بس كلمة تعتبر جديدة يعني على سبيل المثال على سبيل المثال عندي كلمة happy لو قلت unhappy صارت غير شعيد طبعتني معنى معاكس تماما هاي جديدة لاو مو جديدة نعم جديدة وهذه واحدة من طرق تكوين الكلمات الجهد طبعا ممكن نصير الاضافات بالنص ممكن نصير الاضافات بالوسط ممكن نصير لو قلنا على كلمة fx اللي هي الاضافة اي اضافة الباوند الباوند مورفين طبعا لازم تحفظ التعريف الباوند مورفين فنحن اصلا ناخذين من المرحلة الثانية ونطلعين عليهم وهذه الاسئلة وهذه اجوبتها مثلا نطعنا هاي الكلمة نتويت it is said to be brown اذا هاي تم اشتقاقها من دولة من لغة اخرى اذا هي برون بطريقة البرون وهذه الاسئلة طبعا هي واجوبتها ونحاول نعوف نشوف الاستاذ شي يركز على شنوه دائما يعني انا كنت يوكم بهذه المحافظة حاضر ان شاء الله وصلت لكم في الفكرة واصبحت المادة نوعا ما سهلة صراحة يعني المادة هذه شوي به حفظ كثير جدا واني حاضر اذا اكل سؤال او استفسار تقدر تتواصل بيها او تسألني بشكل مباشر انا جاوب